أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة أن مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع والاتفاقيات التي تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية التي تحمي حياة الإنسان وتحقق أهداف التنمية المستدامة وتعزز كافة الجهود الوطنية وتساند الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت الشعار لا نملك سوى أرضا واحدة وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن القضايا البيئية تحظى باهتمام ودعم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وذلك من منطلق الرؤى الثاقبة والاستراتيجية المستقبلية لجلالته حفظه الله ويتجزد ذلك في إصدار توجيهات جلالته السامية والتي آخرها مصادقة جلالته على قانون رقم سبعة لسنة 2022 والذي يعد إذانا ببدء مرحلة عمل جديدة في مجال حماية البيئة في مملكة البحرين ليكون هذا القانون نبراسا تسير عليه المملكة نحو المزيد من التقدم والنجاح ونوها سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة إلى الجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعته الحثيثة من خلال الدعم المباشر من سموه لتوحيد الجهود للحفاظ على البيئة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي بفضلها باتت رقنا أساسيا في جميع المشاريع والبرامج ذات العلاقة في برنامج عمل الحكومة وتحديد مجموعة من الأهداف التي التزمت بها مملكة البحرين من خلال الاتفاقيات المناخية والبيئية التي وقعتها مع العديد من المنظمات والأطراف الدولية المتخصصة في مجال المحافظة على البيئة والمناخ وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد أن الجهود التي تبذلها مملكة البحرين تسعى لتحقيق الأهداف من خلال وضع الخطط الطموحة للوصول إلى انخفاض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة والسهداف الحياة الصفري في عام 2060 موضحا سمو أن هذا الأهداف ستعمل على تعزيز الجهود الهادفة للحفاظ على التربة التي يدور حولها شعار هذا العام وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التشريعية التي تضمن حماية الأرض حيث صادق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على قانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات وعلى قانون رقم 30 لسنة 2021 بالموافقة على انضمام البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وبهذه المناسبة أشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بما يتمتع به المواطنون والمقيمون في المملكة من سمات حضرية تعكس مستوى الثقافة والوعي الكبيرين بالتحديات البيئية مؤكدا أهمية التعاون بين مكونات المجتمع المختلفة لضمان الأمن البيئي والمناخي للأجيال القادمة دعيا سموه القطاعات والمؤسسات المجتمع المدني والأهلي والمواطنين كافة إلى تحقيق المزيد من التعاون وتقاسم شراك المسؤولة والمسؤولية المجتمعية وذلك من خلال دعم المبادرات والبرامج والأنشطة البيئية والمناخية التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة من أجل مستقبل أفضل